أهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من الرأي الحر والذي مخصصه للعلاقة الفرنسية الجزائرية بعد زيارة لمكرون التقى فيها الرئيس تابون منذ شهور قليلة الآن زيارة لرئيسة الوزراء الفرنسية بورن ومعها صدق أو لا تصدق 16 وزيرا واضح بأن هذه الزيارة الحقيقة تحمل أبعاد ومهام وملفات عديدة ليست زيارة عادية نعرف بأن هذه الزيارة تأتي على أبواب فصل الشتاء فصل الشتاء الذي يتخوف منه الغربيون من أقصاهم إلى أقصاهم لماذا؟ لشح الطاقة شح الغاز الروسي أرعب الجميع والمصدر الأقرب والأيسر ربما هي الجزائر ففرنسا إذن جاءت بكل وزرائها تقريبا نصف وزراء الحكومة جاءت إلى الجزائر لكن طبعا الجزائر في وارد أن يطرح كل ملفاته القديمة والحديثة هذه فرصة حتى يسوي الوضعية نعرف بأن ملفات تبدأ من لجنة المؤرخين المشتركة التي تم تشكيلها من الطرفين للبحث في فترة الاستعمار كاملة منذ بداية الاستعمار حتى الاستقلال في الستينات وإن كان الإليزية يقول هي قيدة تشكيل والعديد من الملفات الأخرى لكن بالتأكيد الغاز قد يكون على الصدارة المثير أن الإليزية يقول الغاز غير مطروح في هذه الزيارة ما هي الملفات الأخرى إذن؟ حلت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن اليوم في الجزائر في أول زيارة لها إلى الخارج أول زيارة هي الجزائر وكان في استقبال رئيسة وزراء فرنسا في مطار هواري بومدين بالعاصمة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن كانت وسائل الإعلام الفرنسية تحدثت عن أن زيارة بورن إلى الجزائر ستستغرق يومين يرفقها فيها 16 وزيراً أي ما يقارب نصف أعضاء حكومتها تهدف الزيارة وفق هذه المصادر إلى بعض زخم جديد لمصالحة بدأها رئيساء البلدين نهاية أغسطس الماضي تأتي الزيارة أيضاً بعد أشهر من التوتر بين البلدين الذين استطاعوا المضي قدماً خاصةً بعد زيارة الرئيس إمانويل ماكرون نهاية أغسطس الماضي إلى الجزائر والتي سمحت بتحسين العلاقات بين البلدين كان الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن في تلك الزيارة تشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين للنظر معاً في هذه الفترة التاريخية منذ بداية الاستعمار إلى غاية الاستقلال عام 62 لكن وبحسب الإليزي لا تزال هذه اللجنة قيد التشكيل خلال هذه الزيارة ستلتقي رئيس الوزراء الفرنسية الرئيس الجزائري الذي وقع معه ماكرون إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة الذي يتضمن ستة محاور لحد الساعة لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة على هذا الصعيد سترأس بورن مع نظيرها الجزائري أيمن عبد الرحمن الأحد طبعاً الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى هذا يفترض اليوم هذا وقد تمت النسخة الأخيرة من هذا الاجتماع في العام 2017 ستتطرق اللجنة في اجتماعها وعلى وجه الخصوص إلى ملف التعاون الاقتصادي بين البلدين من المفترض أن يسفر اجتماع اللجنة الحكومية عن توقيع اتفاقات في مجالات التدريب والتحول على صعيد الطاقة والتعاون الاقتصادي والشباب والتعليم وسيادة الدولة من جنبها تسعى باريس من خلال هذه الزيارة إلى إعطاء زخم جديد للعلاقات الفرنسية الجزائرية لتطويرها مستقبلاً نحو مشاريع ملموسة وفق البصادر الفرنسية وفي إشارة إلى قضية التأشيرات التي تعد ملفاً حساساً قالت رئاسة الوزراء الفرنسية يوم الخميس أن المحادثات لم تثمر بعد فيما يتعلق بملف الغاز كانت وزارة أو زيارة الرئيس ماكرون الذي رافقته رئيسة شركة الطاقة الفرنسية إن جي كاثرين ماكريغور قد عززت الأمال في إمكانية ضخ غاز جزائري إلى فرنسا مع انقطاع إمدادات الطاقة الروسية عن أوروبا لكن رئاسة الوزراء الفرنسية أوضحت أن هذا الملف ليس على جدوى الأعمال الزيارة في حين تتواصل المحادثات بين إن جي ومجموعة سوناتراك الجزائرية وفق مصادر قريبة من الملف الجزائر بعد زيارة ماكرون في أولى زياراتها إلى الخارج إذن رئيسة الوزراء الفرنسية حلت اليوم في الجزائر رفقة 16 وزيرا كانت قالت المصادر الفرنسية تقريبا نصف أعضاء الحكومة ما هي رهانات هذه الخطوة الجديدة لتثبيت المصالحة بين الطرفين؟ لماذا هذا الاهتمام الفرنسي بالجزائر؟ الزيارة طبعا وتوقيتها وأهميتها قابلة أو مفتوحة للتعليق؟ هل هو الغاز؟ برأيكم الغاز الجزائري هو الصيد الثمين المطلوب الآن استباقا لشتاء فرنسا القارس أم هناك ملفات وقضايا أخرى أكثر أهمية؟ وربما من مصلحة الجزائر أيضا أن يستغل هذه الحاجة الفرنسية ليفتح كل الملفات مش معقول ديما دائما الطرف الآخر هو الرابح فرنسا الآن الفرصة مواتية كما يقول كثيرون أن تطرح كل ملفاتها بدءا بملف الحقبة الحقبة الاستعمارية لتضغط الآن لألبت فيها لأنه فرنسا تسوف وتؤجل وبالتالي الآن هي محتاجة للغاز إذا كان الجزائريين راغبين كما يقول عدد من النشطاء من مصلحتهم الآن أن يدفعوا بكل هذه الملفات دفعة واحدة ليتم التعاطي معها بنفس الجدية طيب سيكون معنا بعد قليل أستاذ لمين بالعمري الكاتب والباحث السياسي من الجزائر طبعا في انتظار ضيفنا نستقبل طبعا مشاركاتكم لمن يود أن يدلي بدلوه لنرى بعض المشاركات طيب قبل المشاركات عن طريق الواتساب نأخذ محسن من تونس مساء الخير السلام عليكم وعليك السلامة رحمة الله يا أخي بالنسبة للزيارة هذه ما هي إلا طمع في غاز الجزير ونفط العرب لتغيير العالم بالحرب الأوكرانية الروسية هي ستجعل أن هناك عالم جديد عالم خاصة طاقي في الطاقة يعني الدول التي تنتج الطاقة هي التي ستسيطر على المشهد ليست التي عندها سلاح يعني والجزائر بكل صراحة مرتبطة بالشرق مرتبطة بروسيا وتوفي تكون شروط ربما الجزيرة حتى وإن وافقت فرنسا على مدها بالغاز أو بالنفط سوف يكون فيها شروط شروط تقليمية صبعا حسب السياسة الإقليمية لأن فرنسا تسيطر على أفريقيا يعني من سيشترط في هذه الحالة يا محسن نعم من صاحب الشروط الجزيرة هي التي ستشترط على فرنسا لأن فرنسا هي معنا في حاجة للنفط والغاز وعلى العرب بكل صراحة استغلوا هذه الفرصة يعني محسن بصراحة الجزائر نعم بلد قوي بلد غني بالثروات بلد كان مستعمر لفترة طويلة وأسوأ استعمار طبعا تعرض له الجزائر لكن هل تراه قادر على فرض شروطه بصراحة؟ محسن يبدو ظهب محسن نشكره على كل حال مصطفى من الجزائر مساء الخير وجه لك نفس السؤال مصطفى هل ترى أن الجزائر قادر على فرض شروطه مدام الطرف الآخر يحتاج إلى الغاز الجزائري فالجزائر أيضا لديها ملفات عالقة وتحتاج إلى حلها يقول قائل صالح السلام عليكم وعليك الصلاة هذا ما تمناه من الشعب الجزائري يتمناه من تبون يفرض شروطه أنت عندك شعب فرنسي وأنا عندي شعب جزائري يشروط شروطه كما يحب له في الوقت اللي رانا الغاز روسيا سلطاش الوزير جامل الجزائر لماذا جاء؟ جاء على بصلاحة فرنسا أنا ثاني ببصلاحة الشعب الجزائري نطلب تعويض الحرب مدينة الجزائر وفرنسا هذا الشعب اللي في رقانر أو نلآني عاني ويطلب تعويض يفرض رأيه طيب إذن يعني أنت رسالتك كمواطن جزائري الرئيس سبون أن يستغل هذه الفرصة ويفرض الشروط الجزائرية ويطرح كل الملفات لكن الحقيقة الإليزية مصطفى الإليزية يقول أنه العديد من الملفات يعني إما متأخرة أو اللجان الخاصة بها لم تشكل بعد يعني مثلا لجنة المؤرخين المشتركة التي تتعلق بالحقبة الاستعمارية لا أدري إذا كان مصطفى لا يزال معي ذهب مصطفى أنا أقول هذه اللجنة لجنة المؤرخين المشتركة التي شكلت والتي تتعلق في النظر في الفترة التاريخية بين بداية الاستعمار وتاريخ الاستقلال الإليزية يقول بأن هذه اللجنة هي قيدة تشكيل يعني لماذا هذا البط لماذا هذا البط إذا كان هناك جدية في التعاطي مع هذه المرحلة الحاج من الجزائر مساء الخير الحاج مساء الخير يا الحاج هلو السلام عليكم يا أقصالح وعليك السلام تفضل طيب يا ريت اللي شارك معنا يا جماعة الخير يترك يعني هواتف الثانية على جانب حتى ما جيه اتصالات وهو يحادثنا وأيضا يبتعد على التلفاز حتى لا يتردد الصوت إذا كان هناك جدية طبعا نحن نتوسم الجدية من قبل جمهورنا أبو زياد من المغرب يقول رغم عدم رغبة الطرفين نبش في ذاكرة المقيطة للاستعمار الفرنسي وأبشعه هو عرض خمسين ألف جمجمة للشهداء الأبرار في متاحف فرنسا ونكران رئيسها الحالي لوجودها قبل الاستعمار فإن هناك مصالح متبادلة في ظل احتياج فرنسا الشديد لتوفير مصدر الطاقة بديل عن الغاز الروسي في حين تريد الجزائر كما يقول الاستفادة بعقود ومشاريع استثمارية مع فرنسا تساعدها في ظل أوضاع اقتصادية صعبة كما يقول أبو زياد من المغرب عبد كريم من الجزائر تفضل عليكم وعليك السلام سؤالك ما هو السلام نحن نتحدث طبعا عن هذه الزيارة لرئيسة الوزراء الفرنسية التي حلت اليوم معها ستة عشر وزيرا بالتمام والكمال ما أهمية هذه الزيارة وماذا تريد فرنسا بالضبط وسيألا والله العظيم يعني مسائبه قومين عند قومين فوائده طبعا في هذه الظروف الحمد لله أن العرب في هذه الفطرة يعني يجعلوا غلات الاستكبار أنها تخضع طبعا مصالح فرنسا وهي مصالح الجزائر الآن الجزائر هي التي تفرض نفسها من الذي هو في أزمة الآن ألم يمر هذه أسبوع الذي مضى تشوف ماذا وقع بالنسبة لدول أوبيك يعني كيف فردت السعودية يعني تخلت أسبعت الدول العربية في هذه الظروف هي التي تفرض نفسها وهذه مصالح الدول صحيح أن تاريخ فرنسا أسود وجرائمها لن تختفر يعني والتاريخ سيشهد لها على ذلك لكن الآن مصالح لنا جالية كبيرة في فرنسا ولنا مصالح من الذي يحتاج إلى الجزائر الآن ألم ترى أنك أنت في هذه الأيام احتجت عن حزب أنه استقبل أحد الصحراويين وقلت مصالح تنونس قبل كل شيء مع المأرب إذن هذه مصالح فإذن مصالح الجزائر كذلك مع فرنسا ومع الدول الأوروبية كذلك والعرب كذلك طيب عبد الكريم بالتأكيد الجزائر الجزائر يفكر في مصالحه وفرنسا كذلك لكن برأيك طبعا فرنسا دولة كبرى من سيكون يعني صاحب الشروط وصاحب الضغوط أكثر من الطرف الآخر برأيك تأكد بدون مزايدات وبدون كل حاقدين على هذه أننا نحن الآن في مركز قوة الجزائر في مركز قوة والعرب كذلك في مركز قوة في هذه الظروف ليس الجزائر فقط طيب لكن 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 عبد الكريم يعني ضروف ضروف الحرب بين أوكرانيا وروسيا من الذي متضرر لجزة أوروبا وخصوصا بالغاز بيترول بسببتين عاما رئيس الوزراء الفرنسية يعني أحد الملفات المطروحة طبعا ملف التأشيرات كما تعلم بالنسبة للجزائريين رئيس الوزراء الفرنسية قالت يوم الخميس يعني منذ يومين تقول بأن المحادثات لم تثمر بعد طيب إذا كانت المحادثات لم تثمر بعد في ملف يتيم مثل ملف التأشيرات ماذا جاءت الآن لتصنع أيضا في الجزائر هذه المسؤولة الفرنسية هذا تسويق فقط حتى لا تظهر فرنسا ضعفها الآن أمام الجزائر وركوعها أمام مطاربها من الذي يحتاج الآن ماذا هذا الإنزال لم يأتيها كذا فجأة طيب اليوم كان مجلس الوزارة ومنها يعني المؤشرات الآن منها يعني السيارات يعني جلب السيارات للمواطنين لجزائرين أقل من سنوات بما فيها كذلك تأشيرات هذا رعدنا عائلات رح تسيلت لرأي هذه الأيام لكن مثل ما تعرف بأن أنت كذلك كم من مرة يعني نعيب على الناس العرب هذو الذين لا ينظرون إلى العرب أنها تكون قوة في يوم الأيام مثلا الذين يعتبرون أن اجتماع الجامعة الدول العربية في الجزائر فإنه فإنه مجرد لقاة فإنه كذا لماذا لا ننتقي من جديد ولماذا لا نعيد تاريخ لماذا لا نكون قوة هكذا وفي دين الاقتصاد وفي دين البترون شكرا لك شكرا لك عبد الكريم من الجزائر على كل حال نطرح نحن الملفات والجمهور هو الذي يعلق بما يراه عزيزي لسنا هنا للم تدح أو نقلل من حجم أحد أبو علام من الجزائر ذهب أبو علام مصطفى من بروكسل مصطفى مساء الخير يا مصطفى طيب للمرة الرابعة مصطفى من بروكسل تسمعوا تفضل تفضل الآن مسموع لا بغيت بغيت نقول لك القضية القضية الأولى بتاع الحكام بتاع الجزائر اللي غد يطرحوا على فرنسا وغد يستغلوه على الدروغ ديال التقى هي المشكلة بيسحر كتجي في المرتبة الأولى الحكام ديال الجزائر هذه هي المشكلة ديالهم الأولى السلام عليكم شكرا لك مصطفى من بروكسل على كل حال أنا من خلال متابعتي القضية هذه غير مطروحة نهائيا هو حتى ملف الغازة الذي يتحدث عنه البعض أنا أنا أستغرب طبعا سنترح هذا مع ضيفنا لكن ملف الغاز وفق رئاسة الوزراء الفرنسية ركزوا معي مليح ملف الغاز غير مطروح في هذه الزيارة صدق أو لا تصدق إذن ستة عجر وزيرا ماذا هم فاعلون في الجزائر ست عشر وزير يعني هذا انزال هذه ميز زيارة هذا انزال فرنسي في الجزائر نصف الحكومة إذا كان ملف الغاز مش ما تروح وملف التأشيرات متعثر وملف لا أدري ماذا يعني ما زال اللجنة تتشكل إذن هؤلاء ماذا جاءوا يفعلون سؤال في غاية في غاية الأهمية الحقيقة طيب عز الدين من الجزائر سلام عليك سيصالحة وعليك السلام ورحمة الله والله سؤالك سؤالك يضحك لو كان شوف لو كان ما طالبش الحكومة الجزائرية والرئاسة الجزائرية بتعويضات القنبلة النووية الدرية الدرية التي قامت بها فرنسا في أدرار سنة 1960 وكان كان 150 كوباي جزائري وضعوا كثيران تجارب وهذا بشهادة الصحف الألماني هايزن قونتر هايزن في فيلم الوثائقي يعز دين مدور وبطولة عبدالقادر عرولة في اسمه كم أحبكم هو عنده شهادة لصحف ألماني يتحدث على 150 جزائري وضعوا أمام التفجير النووي إذا ما طالبت الجزائر بالتعويضات ما عندناش حكومة ما عندناش دولة فهمت هذا 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 تبون وهذا يقول لك احنا عندنا كلمة المقيود ما يقود هذو ما معينين من فرنسا حكومة فرنسا تأتي لحكومة الجزائر هذا ما كان والسلام عليكم شكرا لك عز الدين وأشكرك للاختصار شكرا لك حسين من الجزائر حسين من الجزائر مساء الخير مساء الخير مساء الخير مساء الخير يا أهلا بيك مساء الخير مبروك عليكم زيارة رئيس الوزراء الفرنسية مبروك عن المالية لماذا؟ أنت من المستقبلين بالتأكيد لا والله ما من المستقبلين نحن فرنسا لو كان رأينا لا والله نحن من المستقبلين ماكروا هذا طيب حسين معايا حسين للأسف انقطع الاتصال به فجأة نشكرك على كل حال محمد من فرنسا السلام عليكم وعليك السلام يا محمد ماذا تقول الصحافة والسياسيين الفرنسيين هناك عن هذه الزيارة أنت تقيم في فرنسا بالتأكيد تتابع ما هو الحديث الذي يدور حول هذه الزيارة الحديث هو الطاقة 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 الغريب أنه الغريب أنه الرئاسة الفرنسية رئاسة الوزراء الفرنسية تقول ملف الطاقة ملف الغاز تحديدا غير مطروح خلال هذه الزيارة لا هما هما لا يتحدثون عن طاقة وجهة الزيارة هي الطاقة لكن هناك سراع بين إسبانيا وإيطاليا وفرنسا في ملف الطاقة نعم والمستفيد الآن هي إيطاليا إسبانيا حيثت لسبب خلافة مع الجزائر على موضوع الصحراء نعم وأنا أظن هنا قول يقول بأن فرنسا تريد إنبوب مباشر إلى فرنسا من الجزائر مثل الإنبوب الذي يمر إدها إسبانيا وإيطاليا عبر تونس ولكن هذا سيكلف وسيحتاج أموال طائلة ووقس سيكلف نعم لكن يعني فرنسا له دور معني دور متقدم في معادات روسيا وهناك شح في إمدادات طيب محمد حجم حجم الفريق الزائر ماذا يوحي لك 16 وزير بالإضافة إلى رئيس الحكومة رئيس الوزراء والله أظن أن هذا يعني نصف هذه لأنها يعني هناك كثير من الملفات يعني مع الجزائر وأظن أن فرنسا تحاول أن تسوي معظم هذه الملفات حتى يعني تبوى مقعد للجزائر في ملف الطاقة يعني كلها صلاحية قبل إيطاليا وقبل لو أرادت الجزائر أيضا وهذا من حقها بالطبع بل ربما من واجبها أن تستغل هذه الزيارة وتستغل حاجة فرنسا للطاقة والغاز تحديدا ماذا على الفرنسيين أن يفعلوا برأيك على الجزائرين على الجزائرين على الجزائرين نعم على الجزائرين يضغطوا في كثير المواضيع مثلا ملف الذاكرة هناك مواضيع التفجرات النووية في جنوب الصحراء في الجنوب الجزائري تعويضات للمتضررين يعني هناك عدة ملفات ملف التأشيرات أيضا ملف التأشيرات أيضا وأظن أنه سوية بعض الشي يعني جزائر وتونس يعني تقريبا سوية الوضعية أحسن من المغرب نعم شكرا يعني بهذا الوزن من الحكومة أظن يعني يعني العديد من الملسات ستسوى أمرا شكرا 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 محمد بفرنسا أشكرا صالح من فرنسا أيضا السلام عليكم يا أخي وعليك السلام رحمة الله يا أخي الشيء المضحك من السياسة الفرنسية هو أنهم يتكلموا على التأشيرات مقابل المصالح ونظن أن المشكلة الرئيسي منذ أن بدأت الجزائر نتكلم عن انخراطها مع المجموعة بريكس وقضية الجيش الفرنسي في أفريقيا على العموم والجزائر لها دور كبير مع المال ومع النيجر ويتحته كذلك على النبوب الغاز اللي جاي من النيجر هذا هو الشيء اللي خلى فرنسا تجري بكل الوزراء تحها باش يروحوا يحاولوا لأنهم وجدوا نفسهم يعني متأخرين بالنسبة لإيطاليا بالنسبة للصين بالنسبة لروسيا ويحاولوا يوجدوا منصب بلاسا الآن في وقت أنه يملأوا الفراغ لأنه وزيادة على ذلك منذ أن أعلنت الجزائر أن اللغة الفرنسية لم تكن اللغة المستعملة بها في الجزائر ولهذا ذهبت ذا المجموعة وعلى رأسهم الوزيرة يعني بصفة رسمية باش يحاولوا يرجعوا الأمور بصفة ما صالح برأيك فرنسا الآن ذاهبة أو قادمة إلى الجزائر بلغة الاستعطاف ومحاولة الترضية للجزائر لأنها تحتاج الغاز أم كعادتها فرنسا بكبريائها وتعنتها وماضيها الاستعمار قادمة دائما من برج عاجي وتأمر وتتوقع أن الجزائر ستستجيب لطلباتها على ما أظن على ما أظن يا أخي أن السياسة الجزائرية والرئيس الجزائري والحكام الجزائريين الذين في المناصب ليسوا بنفس الأشخاص اللي كانوا من بعد يعني يحبطوا رؤوسهم باش فرنسا تعمل ما تريد أنظن أن الوضعية فرنسا اليوم في وضعية غير ما كانت عليه في السابق ولهذا للجزائر دور لتلعبه وبأيديها أوراق كثيرة وكذلك الجزائر على ما أظن لا تحتاج إلى فرنسا اليوم والعكس صحيح ولهذا فرنسا يتكلمون عن تأشيرات وأنا لا أظن أن الجزائريين يعني كلمة تأشيرات هذه غير باش يعودوا بها يزينوا بها الوضعية فقط ولكن يعني ملف التأشيرات ليس ملف ذا أهمية كبرى تود القول ربما أنا ذلك ما أريد قوله كلمة التأشيرات هذه غير باش يغطيوا بها برك ويكلموا بها يعني يرضيوا بها الغرور الفرنسي المتطرفة نعم شكرا لك صالح من فرنسا أشكرك عمر من الجزائر السلام عليكم وعليك السلام في الاجتماع بركسل الأخير عندما اجتمعت الدول الأوروبية في مشكلة الطاقة مع روسيا سئل الرئيس ماكرون قيل له وقال كيف ستعمل فرنسا لحماية نفسها في عام 2023 في مسألة الغاز قال لدينا شركاء وسأقوم بجولة متوسطية لأعضاء الأوبك لثنيهم عن المشروع أوبك بلس الذي بحاطة السعودية وروسيا ومن بين المشاريع هذه نقطة أمريكا التي وضعت مشروع أوبك وعندما سئل مرة ثانية رئيس تيرانسا قال لدينا شركاء في البحر بطول ستحق بجولة لأيام الخاذمة وسأحاول أن أثني الجزائر عن الاستمارة في مشروع أوبك بلوش ومصر تيرانسا هي أول الغاز أما مسألة تأشيرات وذكرة وهذه مسائل ثانوية لغر العبار في العيون وإذا كانت الجزائر قيادة حكيمة سوف تطل صورتها وستكون مفيدة للجزائر والمغرب العربي وشكرا جميل شكرا لك عز الدين من الجزائر أو عمر عفوا من الجزائر الآن معنا عز الدين من الجزائر مساء الخير نبدو فقدنا عز الدين من الجزائر نعطي فرصة لبعض المشاركات عن طريق الواتساب هناك مشاركات قيمة علي أنا أقول الليلة الحقيقة والكل يرى أنه طبعا كان في الموضوع الأول أو في الموضوع الثاني ولكن فيما يتعلق بالجزائر البعض يرى أن الفرصة مواتية للجزائر ولا ضرر في ذلك أن تفرض شروطها لأنه تعرفون في السياسات الدولية هي مش جمعيات خيرية و أساعدني و أساعدك القصة مش علاقات أخوية في العلاقات الدولية عندك مصالحك يعني الدول لا تهتم بمصائب الآخرين لا يعني هذا أنك أنت سعيد بمصائب الآخرين و لكن في العلاقات الدولية فرنسا محتاجة الجزائر من حقها أن يفرض شروطه دون النظر إلى حاجة أوروبا الآن للغاز و احتياجها و شح مصادر الطاقة الروسية لا يعنيها ذلك الجزائر ما يعنيها و أنه هناك طلب على الطاقة لديها و هي تحتاج إلى المال و بالتالي تفرض شروطها و تطرح ملفات أخرى أيضا تساون بها ملف الذاكرة الجماجم التجارب النووية التأشيرات التعويضات الاعتذار أيضا ليش الآن ما يكون اعتذار ماكرون أمام حاجته إلى الطاقة و مقاوف الفرنسيين من بيوت باردة في شتاء قارس قد يعتذر قد يفعلها و يعتذر و ما أحوج الجزائرين لذلك البعض يقول لك يخي شو نستفيد من هذا الاعتذار نعم هذا تاريخ هذه جرائم كبيرة ارتكبت في الجزائر اعتذار بلاس تعويضات و تفضل خوض القاس طيب حسن من هولندا يقول تخريب الاقتصاد المغاربي و إثارة الصراع بين البلدان المغاربية يخدم مصالح فرنسا و البلدان الأخرى لا أدري ماذا يقصد تونس دمرت اقتصادها و النظام الجزائري دمر و بدد أموال الشعب الجزائري لا أدري هذا تحليل ولا فقط تنحياز ضد هذه الدولة أو تلك أنا أبحث يا جماعة الخير أنا دائما أقرأ الرسائل و أقدر ماذا يريد أصحابها اللي عنده مشكلة و يريد أن يصوب من خلال هذا البرنامج لن ينجح أنا أريد أشخاص عندهم قدرة على التحليل و ترك المسائل الشخصية جانبا حتى نستفيد جميعا نحن نتحدث الآن على علاقات جزائرية فرنسية و زيارة مهمة و إمكانية أن يستفيد الجزائر من هذه الزيارة و يسجل أهداف في المرمى الفرنسي لصالح شعبه و لصالح المنطقة مش في حاجة أنك أنت تصوب الآن ضد النظام الجزائري إذا كان عندك مشكلة معاه خليها في وقت آخر عبد الرحيم من المغرب يقول سبحان الله بعد أن جفف بهم الأرض شمال غرب جنوب شرق لا أدري ماذا يقصد بذلك مقرون يعود إليها ليأخذ احتياجاته و هاتفها بعد أنت التحليل هذا من صاحب الرسالة الهاشي من السعودية بعض المغاربة أنا أقول دائما ما زال عندكم مشكلة مع الجزائر و مع النظام الجزائري تحديدا و لا تستطيعون الخروج أو التمييز بينما وقفكم الشخصية من النظام الجزائري و الموضوع المطروح في الجزائر اللي يطلب تحليل متوازن و موضوعي أنا ما عندي مشكلة عندما نتناول هذا النظام أو ذات بإمكانك أنك تنتقد أو توجه انتقادك لكن الآن الموضوع لا يتطلب لا يتطلب غرس هذه الإبر الإبر في غير موضعها و في غير أوانيها الهاشي من السعودية يقول لقد أطلّاه بالفرنسيين صاغرين للجزائر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فيما يخص في الطاقة لفرنسا واليوم بالذات الطوابير على محطات البنزين تمتد لعدة كيلومترات على الجزائر أركز ماذا يقول الهاشمي على الجزائر اغتنام الفرصة لفرض إيرادتها و شروطها مصطفى من الجزائر تفضل أهلاً صالح سي صالح يا أهلا بيك تقطعت المكالمة من قبل تفضل ولا همك تفضل السؤال قطي تبون ماذا يشرط على الفرنسيين تبون كما تكلمت معكم من قبل تبون يعني جاتوا فرصة يعني الآن ما فيصار روسيا والغاز وما الغاز يعني عنده يفرض شروطه يعني إذا كان يعني كما يقولون يدعون الشهداء والمجاهدين يفرض شروطه لجاته مناسبة فرنسا ماذا فرنسا فعلتنا ماذا فعلتنا حتى لا شيء طيب لكن الحكومة الفرنسية لماذا لا تكون حتى في خطابها والمتحدث الإعلامي باسم الحكومة وباسم الرئيس تبون لا يعطي أيضا الآن يعني ومضات إعلامية حول مجرى هذه المحادثات ويعطي أيضا هيبة للجزائر أن الجزائر الآن راهي صاحبة اليد العليا ولتصل هذه الرسالة للفرنسيين أيضا يعني لماذا تترك الأمور ضببية وتقريبا قد تكون هذه المحادثات في غرف مغلقة وربما بشكل سري لماذا لا يستفيد الجزائر من كل هذه الزيارة من حيث إثبات الهيبة وإثبات أن الجزائر اليد العليا وفرنسا هي اليد السفلة وأن الجزائر لديها ملفات يجب أن تفتح لماذا تترك الأمور هكذا وكأن الجزائر يستجيب ربما أقول بياندفري ربما يستجيب لمطالب فرنسية أنه خلوا هذه الزيارة بيننا وبينكم سرية لماذا لو وجدوا مسؤولين في الجزائر بمعنى كلمة مسؤولين جزائرين يعني مثمانينة اللعنة يعني خايفين من فرنسا لماذا خايفين منها نحن الشعب الجزائري لا أعلم على مناصبهم على كراسيهم يعني ما خلنا وعنش يعني خايفين من فرنسا في رنسا الجزائر تدي مصالحة لشعبها تدي التفادي من الجزائر يعني الفرنسيين عايشين جد أربي من الجزائر طيب الآن هذه الحالة مصطفى هذه الحالة الآن برأيك الرئيس تبون تخلص منها نهائيا لا أشوف لا أشوف لا أشوف يعني كيف يجب يشوف التربون يتكلم في كلام يعني يعني ما شاء الله بالصح في الواقع لا نشعب لها ما رأى شكر لك مصطفى من الجزائر أنا لدي لا أقول نداء ولكن إشارة طبعا بإمكان الجزائرين أن يستفيدوا منها أن يلتزموا بها إن وصلتهم أو أن لا يلتزموا بها هذا ولكن هي إشارة مدامة الجزائر تدفع بالتعريب وتدفع بالاستغنات تدريجي عن اللغة الفرنسية فياريت ياريت كل المسؤولين الجزائريين خلال هذه الإقاءات لأنه أنت مش أنت الضيف في فرنسا إذا كنت أنت الضيف تحدث بالفرنسية كما تشاء لكن ما دمت أنت المستضيف فأنت تتحدث بلغتك الوطنية والآخر إما أن يتحدث بلغتك إذا كان عنده قدرة أو يعني هناك طبعا دائما مترجمين لكن إنت رئيس أو مسؤولين أو رئيس وزراء أو حتى ناطور تحدث بلغتك الوطنية سنتابع خلال هذه الزيارة ونرى المسؤولين الجزائرين بأي لغة يتحدثون آمن ذلك الحقيقة لأن هذا يعبر كثير ودلالات مهمة أيضا لكل الأطراف سعيد من فرنسا سي صالح يا أهلا بيك شوف والله عجيب المسؤولين الفرنسيين هنا في فرنسا يعني يقلوا من قيمة الزيارة يقولوا هنا عندها عندها بزف من الماكرون قبل إحنا ما نسحقوش الغاز الجزائري بسكور ما نستعملوش بزف ما نستعملو إلى وقل 15% من الغاز يعني اللي يجيبوهم من أوكرانيا ولكن الآن لما أولت الأزمة مع أوكرانيا مع الروس أولت هنا يطابورات في بوبايستوس هنا في فرنسا وهم يقولوا يعرف العبار باش ينقصوا في الشوفاز وهم يقتلهم تري سيتي يعني سعيد سعيد وأنت وأنت تعيش في فرنسا نعم أعيش في فرنسا نعم ترى أن الفرنسيين إعلاما وسياسيين يريد لو تمعد على التلفزة شوي يا سعيد لو تكرم ابتعد على التلفز قليلا حتى لا يتردد الصوت خلي التلفز جانبا وبتعد على التلفز أقول بما أنك تعيش هناك هل ترى أن الفرنسيين إعلاما وسياسيين لديهم لديهم شيء من التكبر خلال حديثهم على الجزائر والحاجة ربما إلى الغاز الجزائري عندهم هكو نبرة نبرة التكبر التي لا تعترف بالواقع هذا لا نفروع منه كثير يتكبروا على الجزائر ويقلوا يقلوا من قدرات الجزائر يقولوا ما في عندهم ما يجعلوا اتفاقات على الغاز وما يجعلوا اتفاقات على الغاز حقيقة هم يقولوا لا ما شاء اتفاقات على الغاز حاجة أخرى يعني الصناعة وهكذا ويعني وسموه وماكرون ما يحرش يقول حقيقة عنه لأنه عنده هنا يوم معه وسموه عن معارضة يخاف منهم يقلل يقلل وشو يوسيف الجزائر ما يقولوا الحقيقة شكر لك سعيد أشكرك سعيد من فرنسا الحقيقة كان يفترض أن يكون معنا ضيفنا الليلة الأستاذ لمين بالعمري وهو كاتب وباحث سياسي من الجزائر تعذر الوصول إليه طبعا نشكره على كل حال وإن شاء الله يكون المانع خير لأن الزملاء حاولوا ميرارا وتكرارا الأصول إليه لكن الهاتف لا يرد لكن الجمهور الحقيقة أبل بلا حسن وأنا سعيد بذلك رشيد من ألمانيا السلام عليكم وعليك السلام وعليك السلام رحمة الله تحية لك ولكل الزملاء يا أهل بيك أخي صالح الجزائر ليست الجزائر بالأمس وأنا أظن أن السياسة الخارجية للجزائر تغيرت وأصبحت للجزائر كلمتها وثقة لها العلاقات الجزائر يا أخي العلاقات الخارجية تبنى وتحكم بالمصالح المتبادلة فليس هناك صديق دائم ولا يوجد عدو دائم علينا أن نستبق الأحداث وأنا أظن هناك ملفات مهمة ستطرح منها الذاكرة والإقتصاد أوروبا كلها في حاجة إلى الجزائر وعلى الجزائر أن تستغل هذه الفرصة بكل صراحة لا نستطيع أن ننكر أن الجزائر في السنوات الأخيرة في مركز قوة وقد استرجعت مكانتها في الساحة الدولية هناك تقارير وشبه أخبار تلمح بإمكانية انخراط الجزائر إلى مجموعة البريكس وإن تحقق هذا سيكون مهم جدا للعرب والجزائر والجزائر لها كل المؤهلات أخي صالح أنت سألت سؤال أخي على الطاقة أنت عارف أن مؤخرا الأوروبيون وصلوا إلى قناعة أن كل دولة تبحث بمفردها عن مصالحها وتفتش عن مصدر للطاقة فهم وصلوا إلى قناعة أن في ملف الطاقة والغاز أن كل دولة تبحث عن مصادرها وعن قوتها هذه طبيعة الأشياء يا رشيد في حالة الغرق لا أحد يلتفت إلى الآخر يكون يبحث عن النجاة بالطبع على كل حال المأمول شكرا لك رشيد من ألمانيا السلام شكرا لك الدول العربية التي عندها طاقة هذه من شيء الكبار ونحن نأمل أننا كبار دائما طبعا ولسنا صغار نحن نساعد هذا العالم في حل مشاكله ولكن لا يعني ذلك أن يكون على حساب مصالحنا لا نستغل الفرصة لا الاستغلال الفرصة هذا ليس من باب الابتزاز أو الأنانية أو يعني امتصاص دماء أحد لا ولكن في العلاقات الدولية وفي العلاقات الاقتصادية من حق كل دولة أن تستفيد من الوضع المريح اللي هي فيه الجزائر الآن في وضع مريح فرنسا في وضع حرج الحكومة الفرنسية جاءت بقضها وقضيذها إلى الجزائر من حق الجزائر نطرح كل الملفات ولا يستثني ملف واحد آمل أن الجزائريين ما يقبلوا أي شروط فرنسية يقولوا أجل ملف الذاكرة أجل ملف لا لا لأنه إذا حلت فرنسا مشكلة الغاز لن تلتفت بعد ذلك إلى ملفاتكم خذوها مني مسلمة وبالتالي إما تطرح الملفات الآن كلها على الطاولة وإلا والله ستبقى لعشرات السنين تنتظر وبالتالي فرصتك أنك تضغط الآن بما فيها أنا أقول حتى موضوع الاعتذار والتعويضات نعم الجزائر دفع ملايين الشهداء ولا يمكن نسيانهم والجزائر جدير بأنه يأخذ حقه ولو بعد حين طيب عبد العظيم من الأردن يقول الجزائر ما زالت تحت السيادة الفرنسية وكل ما تمليكه من ثروات تحت السيطرة الفرنسية وهكذا بلادنا العربية تحت الاستعمار إلى اليوم هذا كلام عبد العظيم من الأردن ليس بالضرورة دقيق الهيمنة الفرنسية تحاول الحقيقة وما تزال عندها دور كبير وعبث كبير في إفريقيا هذا لا شك فيه لكن لسنا كذلك يا صديقي لسنا رعاع ولا غلمان في الحضيرة الفرنسية ليس إلى هذا الحد وبالذات دولة الجزائر طيب نأخذ رسالة أيضا الدكتور سامر الشبول من الأردن طبعا الوقت الحقيقة شارف على الانتهاء يقول الجزائر وقعت عقود توريد كميات إضافية من الغاز لأوروبا منذ فترة لا تتأمل خيرا من نظام ما زال يمسك زمام أموره العسكر لن تحصل الجزائر ولو كلمة اعتذار واحدة ولو بالخطأ من فرنسا الاستعمارية كما يقول دكتور سامر الشبول طيب عديدة هي الرسائل عبدالعالي من المغرب شكرا لك داود مصطفى من فرنسا يقول فرنسا محتاجة للغاز الجزائري وستنتج فرنسا في طلبها السلطة الجزائرية ستوقف عند التأشير وبس لأدري الحقيقة سياق الجملة غير مستقيم يا داود أشكرك على كل حال حسن العماري يقول هروع وتكالب كل الإليزية وحتى حراس بوابته على الجنة الجزائرية يقول هذا متهكما طبعا وحديقة فرنسا الخلفية يوحي برسالة قوية مفادها أن فرنسا ضعيفة ولا تساوي شيء ولا يمكنها العيش والاستمرار بدون ثروات المغرب والجزائر التي غرقت في خيراته هي وشعبها توفيق من تونس يقول فرصة للعرب خاصة للجزائر وقطر لفرض أدنى الشروط كما يقول طيب أشكر عبد السلام من ليبيا محمد من المغرب صالح من المغرب بطيب من المغرب خالد من المغرب بن عودة فرطاس من الجزائر محمد من المغرب عمر من الأردن أشكركم جميعا وأشكر آخرين الحقيقة رسائل عديدة شكرا لكم جميعا ولكن عذروني أدركنا الوقت سنعرض طبعا أو سنطلع على كل هذه الرسائل ونستفيد منها في تغطياتنا المقبلة نتوقف الآن مع هذا الفاصل المخصص لمراسل والرأي الحر كالعادة رسالة أم هيفة من ألمانيا سيبقى اليمن جرح الأمة العربية وما أكثر جروحها النازفة ولن يلتأي ما إلا بتوقف عبث الآياد الخارجية وجلوس جميع الأطياف اليمنية على طويلة الحوار في صنعاء وليس في الرياض أو أبو ظبي لانتخاب حكومة ورئيس توافقي جديد هنا من ألمانيا لو حصلت أحداث بداية العام الدراسي الجديد في مصر في فترة حكم الرئيس مرسي لقامت عليه الدنيا ولن تقعد خاصة الإعلام الموجه الذين بلعوا الآن ألسنتهم لا بل يطالبون شعب مصر بالتحمل وشد الحزام أكثر صلاح من أمريكا يقول هكذا يفعل الدكتاتوريون في كل بقاع الدنيا عندما يشتد عليهم الخناق يحاولون تصدير أزماتهم إلى الخارج يا قيس الشعب التونسي يحتاج إلى من يؤمن وقوة يومه ولا أظن أن البوليزاريو قادرة على مساعدتك يقول صلاح من أمريكا إدريس من ألمانيا أقول الزعماء العرب لا تقلل من قدراتكم بإمكانكم تحقيق كل الإزدهار والتقدم الذي حققه زعماء الغرب وأكثر فهم ليسوا أكثر ذكاء وشجاع منكم وأنتم لستم أكثر خوفا من غيركم كما يقول إدريس نختم بمراد من إيطاليا الذي وقع في القيروان في تونس نفس الذي وقع في السنة الماضية في ذكر المولد النبوي الشريف يعرض في التلفاز والله أعلم ماذا يحضرون لنا للسنة المقبلة يقول مراد من إيطاليا نذكرك العادة برقم هذه الفقرة طبعا لكل من يود أن يرسل إلينا بمشاركة مكتوبة لا تزيد عن خمسة أسطر أو مشاركة على شكل فيديو لا يزيد عن دقيقة ومرحبا بكل مشاركاتكم ونرحب بالأخص بالفيديوهات لأنه هذا التعبير الأكثر أكثر وضوح طبعا وأكثر تقبل على اعتباره لأنه صورة وصوت الرسالة تكون أكثر تعبير يريد طبعا الرسالة هذه موجهة للجميع من موريطانيا إلى العراق وحتى الذين يعيشون في المهجر الذي يعيش في المهجر بإمكانه أن يرى مشهد جميل مشهد نظام حديقة لا أدري أنا طريق منظم بشكل جميل ويريد أن يرسل من خلال المشهد رسالة إلى أهله العرب يستطيع أن يسجل لنا هذا المشهد وتعليقه فوق المشهد فوق الصورة حتى يكون طبعا هذه الدقيقة معبرة أكثر ويرسل به إلى هذا الرقم سفرين أربعة وربعين سبعة سبعين ستمية وسبعة وعشرين ستين ثمانمية وتسعة كالعادة نشكر كل من شارك معنا وسهم كالعادة في إفراء هذا الحوار والنقاش لقاءنا بكم يتجدد كلام معتاد يوم غادين بحول الياحة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر